السلام عليكم لا تنسوا الاعجابات والاشتراك في القناة السلام عليكم هلا شباب ان شاء الله في هذا الفيديو سنتحدث عن الدروع التي يقدمها اليوتيوب الى اصحاب القنوات التي يوجد بها عدد كبير من المشتركين والمتابعين اليوتيوب يقدم هذه الدروع كهدية وشكر على مجهدات اصحاب القنوات سنتحدث في هذا الفيديو عن هذه الانواع من الدروع وشروط الحصول عليها لان هذه الدروع تسهل على القناة الشهرة والحصول على مشتركين وبالتالي تتمكن القناة من الوصول الى النجاح وكلما زاد عدد المشتركين في القناة زاد حجم هذا الدرع تابع الفيديو لكن اذا كانت هذه اول زيارة لك على القناة اتمنى دعمي بالاشتراك في القناة للوصول الى 100 الف مشترك وتكون انت اخي من الاشخاص الذين تساعدون الوصول الى هذا الهدف اولا الدرع الفضي يحصل على هذا الدرع صاحب المحتوي الذي حصل على 100 الف مشترك عند وصول هذا الرقم يقوم اليوتيوب باهداء هذا الدرع كشكر على مجهوداتك التي قدمتها على اليوتيوب ثانيا الدرع الدهبي هذا الدرع درع المليون مشترك عندما يقوم صاحب القناة بالوصول الى مليون مشترك يقوم اليوتيوب باهدائه درعا ذهبيا وعليه اسم القناة لكن للعلم هذا الدرع غير مصنوع من الذهب وثالث هذه الدروعة الدرع الماسي الدرع العشرة مليون مشترك في الحقيقة لا يحصل على هذا الدرع سوى القليل من الناس لأن الوصول إلى العشرة مليون مشترك يحتاج إلى مجهود كبير هذا الدرع عبارة عن درع معدني مزود بقطعة من الكريستال في منتصف هذا الدرع لكن ما يقارب ال500 قناة هي فقط من استطاعت الحصول على هذا الدرع الدرع الرابع هو الدرع الروبي الياقوت درع الخمسين مليون مشترك هذا الدرع يصطع بالحصول عليه لكن هناك قنوات بالفعل قد حصلت على هذا الدرع ففي العام 2016 حصل شخص من منشئي المحتوى وله قناة على اليوتيوب على هذا الدرع وما يميز هذا الدرع أنه مصمم بطريقة مميزة فيكون مشابه لللوغو الخاص بالقناة والدرع الخامس درع الميت مليون مشترك الدرع ذو الجوهر الحمراء تم تصنيح هذا الدرع عام 2019 هذا الدرع عبارة عن جوهر دات لون أحمر ولم يحصل على هذا الدرع إلا القليل القليل جدا من القنوات وهي قنوات معدودة جدا وما يميز هذا الدرع الجوهر التي توجد به فهي تعتبر جوهر نادرة لا تجد مثلها بسهولة في أي مكان في العالم فلذلك يحاول الجميع الوصول إلى هذا الدرع أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته